مرحبا بكم مجددا مرحبا بكم مجددا مرحبا بكم مرحبا بكمه هذه النقاط سوف نقشها مع ضيفي الكريم الأستاذ أشرف الجداوي رئيس تحرير بوابة السياحة العربية برحب حضرتك اسمح لنا في البداية أن نتابع تقرير عن هذا الأمر ثم نبدأ الحوار انطلاقا من الجهود الرمية لتنشيط قطاع السياحة أعلنت وزارة الطيران المدني أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على خريطة طريق لعودة حركة الطيران بين البلدين مشيرة إلى أن مسألة عودة حركة الطيران الروسية ليست أزمة سياسية وأوضحت الوزارة أن موسكو والقاهرة اتفقت على وصول وفود عدة لتفقد المنتجعات السياحية والفنادق المصرية وعرض آخر ما توصلت إليه لجان التحقيق وآخر ما تم تطويره من الأجهزة الأمنية بالمطارات وأشار وزير الطيران شريف فتحي إلى أن الجانب الروسي أبدى تعاونا كبيرا في عودة حركة الطيران إلى مصر مرة أخرى عقب توقفها بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر الماضي وفي نفس السياق رجح مسؤولون في صناعة السياحة الروسية إمكانية عودة السائحين إلى المنتجعات المصرية في أكتوبر المقبل وذلك بعد الموافقة النهائية على الإجراءات المتخذة لتأمينهم ومن أجل طمأنة الجانب الروسي اتخذت مصر عددا من الإجراءات لتطوير وتحديث المنظومة الأمنية بالكامل في جميع المطارات والموانئ المصرية واستقبلت عدة وفود أمنية لإطلاعها على التطوير والتحديث الذي تم إدخاله على المطارات والموانئ وفي هذا الإطار أشاد مسؤولون بقطاع السياحة في روسيا بالاهتمام الذي توليه مصر لتأمين المطارات والمناطق السياحية ويأمل الكثيرون استئناف الرحلات الجوية مع موسكو قبل نهاية العام الجاري وخاصة إلى المقاصد السياحية بالبحر الأحمر في الغردقة وشرم الشيخ وتضرر قطاع السياحة بشدة خلال الفترة السابقة وحقق انكماشا بنسبة 18.7% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي مقابل 43.7% نموا في الفترة المقابلة من العام قبل الماضي يعني إذن هناك جهود متواصلة بالفعل على أرض الوقع وجهود ملموسة يعني لعودة السياحة الروسية مرة أخرى إلى مصر على يتحالي يعني أستاذ أشرف كيف تقيم هذه الجهود حتى الآن في الواقع حتى الآن من 31 أكتوبر 2015 واستشف الحادث الأليم الطائرة الروسية أن الجهود يعني ابتلت من لحظتها وفود بالفعل عدد من الوفود جهة من موسكو ومن روسيا للاطلاع على الإجراءات الأمنية والاطلاع على بعض الملاحظات اللي كان بأبداها بعض السائحين وهناك جهود مبزولة فعلا من وزارة التغرير المصري وأيضا لا نبقس وزارة السياحة المصرية بالفعل أشارت وعملت بعض اللقاءات مع مسؤولي السياحة ومسؤولي الاتحاد السياحة الروسي هناك بعد عشر شهود فعلا نستطيع أن نقول أن جهود مؤفقة وجهود مسمرة ولعلها تسمر عن يعني خروج السياحة الروسية من أزمتها إلى مصر في نهاية أكتوبر زي ما هم الجانب الروسي قال يعني هو حتى الآن خلينا نبص للجانب الإيجابي ونصل للكوب المليان بالفعل اتحاد السياحة الروسي وزير النائل زي ما حالك قلت النائب رئيس الاتحاد للصناعات السياحية هناك فعلا دي آخر تصرح فيه أنه قد تبدو شيكا في نهاية أكتوبر بعدما تم الاتفاق تماما على كافة الإجراءات الأمنية والإحتياطات بس الشكلات تبقى بشكل مراحل المشرفي يعني الاتفاق طريبا ستبقى فيه خرط طريق على شكل مراحل يعني المرحلة الأولى مثلا بالتأكيد المرحلة ستبقى عودة الخطوط الروسية المنتظمة المنتظمة ويجي بعدها طائرات الشرطر وإحنا يهمنا بالأكيد وبالأساس اتقرات الشرطر طبعا لمنطقة شرم الشيخ ولبقى المناطق الصحية بس المهم أن حتى الآن برضو علشان نمنيش نفسنا قوي لغاية اللحظة التي نتكلم فيها روسيا رسميا لم تعلن رفع الحظر عن مصر مش بس شرم الشيخ لا عن مصر عن مصر بشكل عام بنعمل زي ما قال سيادة الوزير الشريف فتح أول أمس في مؤتمر صحفي كان بيعرض الحصاد بتاع أعماله الشهر اللي فات بنعمل أنه على نهاية الشهر إن شاء الله اللي احنا بنتكلم فيه نهاية أغسطس إن روسيا تفك الحظر على رسميا ويعلن هذا الرسميا فيه هناك وبالتالي الخارجية المصرية هتعلن والسياحة المصرية هتعلن بفك الحظر نقبل في هذا ممكن البعض كمان نحن حاب يلعب على وطن إحنا عندنا أزمة سياسية مع روسيا وإن ده السبب اللي دلوقتي زي ما أنت حضرك بتقول إن لسه الحظر مفروض علينا أو الحظر الطيران موجود لسه لغاية دلوقتي هل بالفعل إحنا في أزمة سياسية موجودة أم هي قصة بس لتمنعنا على الحالة الأمنية بعدما حدث من هذا الحدث وداء يعني تلافي هذه السلبيات ممكن البعض بيقول لك طبعا حصل في مطارات ثانية قبل كده أم هو موجودة في دول أوروبية حصل فيها ومحصلش اللي معنا هو موجود بالفعل لكن ليس هناك أزمة يعني على المستوى الصغير السياسي احنا مش شايفين أن هناك أزمة ما بين الجانبين سواء المصري أو الروسي بالعكس نحن شايفين فيه علاقات وثيقة فيه تعاون فيه تكامل فيه تبادل الأراء في بعض الجانب السياسية وبالتأكيد مش حنيقدر نقول هناك اتفاق وتفابق كمان في بعض القراءات الدولية لكن المسألة كلها كانت خاصة بالإجراءات الأمنية والإجراءات الأمنية لأن احنا ما تأكد يعني حتى الآن لم يؤكد رسميا ولكن أنا أقدر أقول اللي سواء اللي فضلا كنت أقول أن ما فيش حد أكد ولا نفع أنه العمل إرهابي أو العمل صادر في مصر التحقات مزالت مستمرة التحقات مزالت مستمرة ولكن صادرت بعض التصريحات من بعض المسؤولين المصريين الحقيقيين في صحف معينة وبنسبة صحف حكومية أو صحف بعرضة أكدت أن الحادث كان إرهابي وعشان كده أخذ الفترة دي كلها طيب إحنا دلوقتي يعني في مؤشرات إيجابية على عودة السياحة في الفترة القادمة ممكن خلال يعني أقل من شهرين تقريبا دلوقتي ممكن ترجع الأمور لطبيعتها أو إلى بعض طبيعاتها إزاي إحنا نستعدل لهذا الأمر بقى يعني إحنا إزاي إحنا نستعدل إحنا كشركات سياحة كوزارة سياحة كهيئة تنشيط سياحة إحنا نتعمل مع هذا الأمر ونبدأ نعرض صورة تانية مختلفة تماما ونوضح الصورة الحقيقة ونبقى مستعدين لعودة السياحة الروسية مرة أخرى إلى مصر ممكن عايزين شكل مختلف كمان يعني عايزين نخرج خارج الصندوق ونتعامل بأفكار جديدة ومختلفة عما كنا نشاهده في الصندوق بالفعل هو فيه شغل بيتم على تقدر بيتم من خلال الأجندات وعلى أرض الواقع ولكن لسه لم يتم بصورة علنية والشركة المتخصصة اللي جايبها عطقت هي التنشيط السياحة المصرية ابتدت وخلصت وانتهت من أفلام ترويجية هناك حملة علاقات عامة هتطلق تحديدا في السوق الروسي وتحديدا في السوق الإنجليزي والمكاتب هناك على أهوبة الاستعداد أن هي تبتدي حملات جرائد وحملات ملصقات عامة وحملات أو ملصقات في الشوارع لإعادة الحركة والترويج وإعادة مرة أخرى الصمع الطيبة للسياحة المصرية أنا بالصدفة البحثة أنا كنت أمس براح مع الأستاذ سامي محمود رئيس هي التنشيط السياحة المصرية وقال لي هذا الكلام قال لي هناك الخطط والخطط مفاعلات محتاجين بس وانس ما يرفعه يعني لحظة ما يرفعه الحذر حنبتدي في عمل هذه النقاط اللي قلت الحرك عليها والخطط اللي هي بالفعل موجودة ولكن بس محتاجة لحظة إطلاقها يعني علشان يعني البعض الناس بيقولوا طب وليه ده مابتلاش من زمن الحاجات موجودة بالفعل احنا مستعدين لها بس احنا مستعدين تنبقى العمل في الصورة الزهنية عند السايح بره بالنسبة للمصر لكن أول ما هيبتدي الأسواق دي تتحرك بالفعل يعني الجرادولي هيمشي معها هذا التنشيط والتسويط احنا الفكرة برضو اللي احنا مثلا مش عايزين نركز بس على السياحة الروسية يعني احنا عادين نكلم عودة السياحة الروسية الهدف برضو كمان احنا عايزين السياحة بشكل عام عندنا اسواق تانية مختلفة موجودة ايضا السياحة الانجليزية في غيرها من السياحات المختلفة السياحة العربية كما نحن ازاي احنا تبعا عندنا معظومة متكاملة شاملة بتشمل عودة السياحة مرة اخرى والمعدلات طبعا اللي احنا كنا بنشادها قبل كده سواء روسية انجليزية عربية يعني ايا كانت الجنسيات المختلفة فيه شغل بيتم على الارض ولكن محتاجة تكسيف جهود محتاجة اعلام واعي محتاجة تكسيف حملات جهود اعلامية من خلال استقطاب والبعثات الاعلامية للمصر يشوفوا ويكتبوا زي ما قبل كده ويزوروا المناطق حيث يزوروا المناطق الاسرية بكل ارياحية ويكتبوا اللي هم عايزين وده محتاجين نكسفه ده بيحصل بس محتاجين محتاجين تكسيف محتاجين نعمل اكتر من مؤتمر ليه اخواننا بتوصيش الميديا وهناك منهم كتاب متخصصين في قطاع السياحة وقطاع الطيران ووراهم متابعين مئات الالاف بل بعضهم عنده الملايين ده بيحتاجين نعملون مؤتمر كان فيه فكرة مؤتمر يتعامل من سنتين فاتوا ولكن الفكرة طلقت طلقت وفي الاخر ما انتهت ما حصلتش فاحنا محتاجين في الفترة اللي جاء دي نركز الاهتمام على السوشال ميديا زي ما قلت لحضراتك محتاجين ان احنا ندعي هنا تاني مجموعات ومجموعات مجموعات من الكتاب والعالميين والصحفيين الاجانب علشان يشوفوا على ارض الواقع اللي يتم في مصري مش بس في السياحة على كل حاجة على كافة المستوات يشوفوا ماذا يتحقق لان ما زلنا يا صديقي الصورة الزهنية لمصر عمتا مش قد كده ما هي المشكلة الصورة الزهنية يمكن احنا نفسنا بنساهم في تشويه هذه الصورة للأسف الشديد يمكن احنا شهدنا على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بعض المشاهد التي هي لا تسيق لنا قبل ان تسيق الى الاشخاص الذين قاموا بها والبعض يستغل هذه الاحداث في محاولة لتشويه الصورة لدينا ايضا كيف نغضي على هذا العمر كيف نرسل هذه الصورة يعني برضو لازم زي ما هم بيشويه بكتائب معينة احنا برضو لازم يكون عندنا الكتائب الجهزة اللي تستطيع اللي تتوضح الحاجات الامور دي يعني احنا نسيبين الساحة مختلطة هناك الكثير يتحدث وهناك الكثير يفعل افعال تسيق الى السياحة المصرية متى نصر الكل يتحدث في هذا المجال احنا نفسنا بمسيق حتى لو رحنا احنا مثلا في الغرداء وشرب الشيخ بعض السلوكات القطاع بينه ازمة ما بين دلوقتي المستالك المصرية والعبير يعني احنا حتى كنا نقول السياحة الداخلية لا احنا كمان دلوقتي بنحاول نحارب السياحة الداخلية وبنبان اللي فيه مشاكل طيب فكرة كمان اللي احنا لو كلمنا عن السياحة العربية ببقى ان حرك كمان متخصص في الموضوع ده اكثر يعني زي احنا كمان يعني انتشاف ان السياحة العربية ما غدا حقات طبيعية الموجود في مصر برضو ولا احنا لسه بعيد عن المستويات اللي هيحة بالتأكيد طيب ايه السبب طيب فيه مبادرات كتيرة موجودة فيه مبادرات كتيرة وفيه مبادرات تمت خلال ال 20 سنة 30 سنة اللي فاتوا وكل مبادرة وكل قافلة وكل رحلة ترويجية بتروح الاسواع العربية بالفعل بتعمل نوع من زيادة الوعي وزيادة الفهم لدى الاخ العربي وبعدها لما ترصد ده احصائيا لا بيحصل زيادة في الحركة صحيح الحركة لم تتقدم عن 20% من اجمال الحركة السياحة اللي بتجيلك كل سنة ولكن السنة دي والسنة اللي فاتت فيه برضو نتيجة للحملات سواء اللي عملتها الوزارة او عملتها هيئة التنشيط او اللي عملتها وزارة التغيران ممثلة في الشركة الوطنية هذه الحملات عملت برضو نتائج ايجابية جدا النهار دا احنا بتالينا نشوف في شرم الشيخ الشهر الشهر ده والشهر اللي فات والشهر اللي قابلي وشكبان الشهر اللي جاي نسبة لا تقل عن سبعين في المية من السياحة العربية محتاجين دا مش بس شرم لان مصر مش هي شرم لا محتاجين دا يبقى في الغرداء محتاجين دا يروح لمنطقة مرسى عالم محتاجين نوة يروح لأسر وأسوان يعني بس هي المسألة محتاجة يعني إرادة وتنفيذ حملات أقوى في وقوافل في الأسوال العربية حتى الآن سمعنا عن قافل بقىنا سنتين القافل دي ما تمتش يسعى في هذا الوزارة يسعى في هذا هي التنشيط السياحة ولكن السوق العربي سوق واعد سوق محترم سوق عالي الانفاق سوق أسري يعني وهذه المعصاد دي كلها بتلاقي تتلائم مع مجتمعنا وتتلائم مع السياحة بتاعتنا بس هي محتاجة يعني خصة التنشيط يعني خطط موجودة بس هي فكرة التنفيذ زي طبعا الأرض الواقع خاصة أنت عندك طبعا عندك أجيال من الشباب العربي لا هم حريصين و حريصين كل الحرس أنهم يزوروا وأنهم ييجوا وأنهم يتعرفوا يعني من عشرة يام كنت في المتحف المصري أنا ولادي لقيت كمية لا مقسابها من الحركة السياحية العربية ومن الشباب ده شيء جميل يعني شيء جميل ومؤشر برضو يديك أن المسألة مش بس السياحة العربي اللغة بتاع زمان مش هنكلم عنه اللي تم تشويهنا وتم تشويه في أفلامنا وفي مسلسلاتنا ولكن لا في نوعية من السياحة العربية بدلوقتي محتاجة أن هي تشوف ومحتاجة أن هي تبص على مصر بصورة مختلفة طيب إحنا لو تكلمنا بشكل عام يعني عن هناك بعض المعوقات اللي بتواجه طبعا عملية السياحة أيضا داخل مصر وممكن في بعض المشاكل لدى شركات السياحة وهذا الأمر إذا إحنا نقضي على هذه السلبية أيضا نقضي على هذه المعوقات اللي تواجه شركات السياحة حتى إحنا كمان نقدر يعني يقوموا بدورهم كمان ويوفروا خدمة كويسة وبشكل مناسب للسياح ونوفر لهم الجو المناسب اللي هم ويعملوا إحنا هنا لازم نفرق ما بين حكتين ما بين القطاع السياحي في الشركات اللي هي الجالبة للحركة السياحية والفنادق والقرى السياحية أصحاب الفنادق القرى السياحية اللي بيستقبلوا هذه الحركة دول لهم مطالب ودول لهم مطالب الحقيقة إن المشكلة بتاعة القطاع إن هم ما فيش تناغم دائما وأبداً الحركة بتمشي ما فيش تناغم ما بينها ما بين مطالب أصحاب الشركات وأصحاب الفنادق أصحاب الشركات دائماً وأبداً بيبصوا بمنظور يعني فردي وهي دي مشكلة قطاع شركات السياحة المصري منذ الأزل إنه بيبص للمسألة بمنظور هو شايف إنه خسر فيبقى باية الشركات تخسر ولكن ما بيبصش ليه الآخرين هتديك وكذلك هذا القطاع الفنادق المصري هتديك مثال يعني أنت نهاردة لما حصل إن شرم الشيخ توقفت أو حصل على حزر شديد من روسيا ومن إنجلترا طيب لماذا أنت يا أصحاب شركات السياحة ليه ما حولتوش الحركة من شرم الشيخ اللي حزر إلى المناطق الأخرى إلى الغرداء إلى مرسعالم إلى لقصر وأسوان إلى الساحل الشمالي ده ما حصلش يعني وبالتاو ده ما حصلش لأنه هو ما فكرش ومش عايز يقولها مجهودي حياخده غيري لا هي في النهاية منظومة واحدة هي قطعة واحد بيكمل بعضه ده فيما يتعلق فهما محتاجين بس الأول يعودوا مع بعض ويشوفهم مطالبهم إيه علشان كثيرا يعني من الوقت بيختلفوا مع بعض بيختلفوا ده بالنسبة للشركة السياحة بالنسبة لقطع الفنادق قطع الفنادق والخارة الصحية معروف مطالبه الأزلية التيسير مع البنوك تأجيل تأجيل الفوائد وتأجيل الفوائد بتاعة القروض بتاعة البنوك تأجيل التأميرات الاجتماعية تحسين وتدريب العمالة بالنسبة له يعني هي ده معظم المطالب أو جل المطالب بتاعتهم ولكن هما عندهم استعداد برضو أن هما يعودوا بس يعودوا مع بعض الأول يحلوا مشاكلهم مع بعض وبعد كده يتقدموا بيها الحكومة طيب كمان احنا ملاحظين إن فيه اهتمام من القيادة السياسية بموضوع السياحة وبملاف السياحة ده ممكن كان فيه مجلس أعلى للسياحة تم تشكيله طبعا برئاسة الرئيس عبدالفتح السيسي يعني أهمية هذا المجلس بس لسه لسه ما نفس على ما نفس على الأرض الواقع احنا بنكلم على إجراءات زي ما احنا بنقول عندنا الخطط الموجودة المأمول إيه من المجلس ده مثلا أو ضوء اللي احنا نعمل إيه أو الخطوة دي أهمية هاي في الخطر ده الخطوة دي مهمة جدا الخطوة دي مهمة جدا إن سيادة الرئيس عبدالفتح السيسي يترأس المجلس أعلى للسياحة ويعني يعني يريد خلال هذه الأيام الصغيرة القادمة وده مطلب يعني مش مطلب الوحدي ده مطلب ناس كتير مطلب مصري كلهم إن هو يعقد هذا المجلس حتى تصل الرسالة بالضبط للمسؤولين وعلى رأسهم السيادة تحسيسي أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري أهمية السياحة بالنسبة للمجتمع المصري أهمية السياحة بالنسبة للشرع المصري السياحة بتدر عائد مباشر ويومي ولحظي للمجتمع وده يعني ده إحنا لحظناه وشاهدناه من 2011 لما حصل الاضطرابات في مصر وابتدت السياحة تقل 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 ابتدت الشرع المصري يشعر بفداحة الأمر وابتدى يشعر بأهمية السياحة السياحة منتجها ودخلها يومي فده ده مسألة محتاجة إن هي يعني اتصل بالوعي بتاعها لكبار قالت ما طبيعي يعني لو إحنا تكلمنا عن بعض المشاكل الاقتصادية الموجودة زي أزمت الدولار وغير يمكن ديك بتسهل بالتأكيد بالتأكيد سياحة الرئيس لما فهم الأمر على السكيل الكبير على السكيل الواسع يستطيع أنه ياخد قرارات فورية وهو رجل يعني رجل في النهاية رجل عسكري ورجل قيادة ياخد قرارات عسكرية على طول حازمة بس عادتك فيستطيع أنه يحل كافة المشاكل وكافة المشاكل برضه هي مشاكل يعني مشاكل بيروقراطية روتينية أكثر منها مشاكل عميخة بس هي محتاج الإرادة السياسية الإرادة السياسية لو وقفت مع هذا القطاع هذا القطاع حيثمر وحيثمر وحيثمر وحيقود برة أخرى بل لو كان بحق 12% أو نصيب 12% من النتائج المال القومي لأ حيوصل لـ 20% أو 25% لندن عندما نتكلم عن الإرادة السحية أنا بكلم عن لندن بس لندن اللي هي العاصمة بقاتة إنجلترا بتحقق 19 مليار دولار 19 مليار دولار في عام في السنة ده في سنة 14 تبقى الإحصارات ما بالك بقى 15 يعني كمان زير عليها خمسة خمسة مليار دولار يعني بتكلم في 23 مليار دولار بس بس بلندن لندن فقط قص على هذا قص على هذا باريس قص على هذا واشنطن يعني السياحة في النهاية دخل دخل مصدر رئيسي للدخل القومي بطبع يعني أنا بشكر حضرك بالطبع للأستاذ أشرف الجداوي رئيس تحريب وابة السياحة العربية على هذه الرؤية وهذا التوضيح شكرا لحضرك أحتمل أحضرك شكرا جزيلا وبكده مشاهدين الكرام نكون وصلنا معكم لنهاية هذه الفقرة لكن فقرات هذا أصباح مستمرة معكم ترجمة نانسي قنقر